مرحلة جديدة من التغييرات الميدانية في الظالع وشكل آخر من التصعيد العسكري تشهده العديد من جبهاتها هكذا يبدو المشهد الميداني في المحافظة التي يؤثر موقعها بشكل رئيسي على المعادلة العسكرية شمالا وجنوبا الجيش الوطني وعبر موقعه الرسمي أعلن مصرع عشرات العناصر من ميليشيا الحوتي بينهم قيادي ميداني بغارة جوية للتحالف شمال الظالع فيما أعلنت قوات العمالقة شنها لضربات نوعية بصواريخ موجهة من وحدة مضادة الدرع ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوف الحوتيين قواعد الاشتباكي وبحسب عسكريين انتقلت من وضعية الدفاع إلى الهجوم في عدة محاور خاصة في أطراف مدينة قعطبة بعد هجمات شنت همليش الحوتي لمحاولة التقدم والتوغل إلى عمق المدينة المعارك في قعطبة لم تتوقف عند الخسائر العسكرية بل ألقت بثقلها على سكان المنطقة وأدت إلى نزحي عدد كبير منهم فيما لم يتمكن آخرون من الهروب بسبب القصف المكتف الذي تتعرض له أحياء المدينة شكل جديد من المواجهات والتصعيد الميداني في محافظة الظالع إذن وهو تصعيد يصفه عسكريون بالمختلف باعتباره مكن قوات الشرعية من العودة وتغيير واقع المواجهات خلافاً لما كانت تشهده خلال الفترة الماضية